تحديدا الشركات التكنولوجية أما إذا بننتقل إلى خبرنا التالي ونحكي تحديدا عن عملة البيتكوين تراجعت عملة بيتكوين المشفرة عند مستويات 20 ألف دولار ضمن نطاق التراجع الأوسع اللي شهدته الأسواق عالية المخاطرة في تعاملات الجمعة تحديدا مع تأكيد الفيدرالي الأمريكي على استمرار توجهه نحو مسار التشديد النقدي حتى كبح جماح التضخم مثل ما ذكرنا وتجاوزت نسبة تراجع العملة المشفرة الأكثر نشاطا في هذه السوق 7% منذ يوم الجمعة حيث اتخذت السوق نفس مسار الأسهم الأمريكية التي تراجعت بصورة حادة بعد خطاب الرئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسن هول ويقول الخبراء أيضا أن الأموال تهرب حاليا من الأصول الخطرة ومنها طبعا الأسواق العملات المشفرة وأن أسواق العملات المشفرة اتبعت أيضا الهبوط الحاد لسوق الأسهم الأمريكية بعد تصريحات باول أيضا وتأثرت بشكل كبير بالفترة الأخيرة مثل ما ذكرنا وعن نشوف انخفاض حاد في سوق العملات المشفرة